سيكو حبايبا عاملين ايه ونواردة هنتكلم عن احداث الحلقة الاولى من المستسل اعلى نسبة مشاهدة تعالوا نواردة نشوف الحياة الفقيرة اللي بتعيشها شايماء وعلدها ما نبدأ نتعرف على شايماء ويا الفنانة سان مع ابو طيف ولها اخت اللي هي الفنانة لايلة احمد زهر ولي بتقدم دور نسمع وكمان ليهم اخت تلتة بتجوزها ومخلفة بتعيش مع جزهة وجزه ده حشرة شوية وبيخليها تشتغل في انها تغسل السجاد للناس مقابل فلوس وبتكون متضايقة منه جدا لكنها مستحملة عشته ولما اطرح لها اختها بتشتكلها من الحياة لكنها بتقود انها مش هتطلع من جزهة وحتعيش وخلاص لان ما حدش لقي عرسان دلوقتي ام شايماء بتشتغل في اعداد وجبات طعام لتبط طلب علشان خاطر تقدر ان هي تبيع وتوفر فلوس علشان خاطر تقدر تساعد جزهة ودائما بيتوبخ شايماء وتقولها انها لازم تساعدها في البيت وان هي زي قلتها وشايماء دايما بتتحجج انها عندها معهد وكمان بتفضل تبص دايما على ابن الجران ومش بس كده هي كمان بتحب واحد معاه في المعهد وبتبعت له لكن للأسف هو اصلا مش فكرها وهي بتحبه جدا من طرف واحد وهو ما يعرفش حاجة ابوها هو الفنان محمد محمود واللي بيقدم دول ابوها اللي بيحاول ان هو يبيع لوحات مجهولة بالخط العربي علشان خاطر يقدر يجيب قرش برضو ويصرف على بناته مومة شايماء دايما بتعييرها لانها عنس لانها قربت من الثلاثين ولسه ما تجوزتش وبعد كده برضو بتعنيفها طول الوقت لانها مش بتساعدها في شغل البيت وبتقولها ان في عريس جاي وبترفض شايماء انها تقابل العريس لكن مومتها بترغمها على مقابلة العريس ده رغم ان شايماء بتحب واحد تاني علشان كده لما جاهل العريس راحت وسلها في تفستان من عنده اختها وبالفعل طفشته وقالت انها مش بتعرف تعمل حاجة في البيت علشان خطر يمشي وما يجيش تاني هو عايس اصلا جاي من الكويت والمفروض ان معاه فلوس وسبع يجي دهب وكان نفسوهم جدا يجوزوها للراجل ده علشان تقدر تصرف عليهم شايماء رفضت الجواز وقالت ان هي مش مستعد ابدا انها تتجوز الراجل ده وحاولت انها تطفشهم وهو اصلا لما شاف اختها نسمة اللي اصلا نسمة بتحب حد وراحت علشان تقابل الواحد ده كانت لابسة فستان كانت جايبا اختها علشان خاطر يعني شايماء راحت تقابل حبيبها ده ولما راجعت سلمت على عريسه وعلى امه من الواضح ان هي عجبتهم فاتصلوا وقالوا ان هما مش عايزين شايماء وعايزين نسمة وطبعا ساعتها كانت صدمة قوية جدا لشايماء وقتولي ان هو اصلا عريس معفن وان هي ما كانتش قابلة بيضاف وما كانتش نضيفة كمان مش عايزها طبعا كانت مدهية كتير واخوتها بدأ ان هما يسعيدوها فعملوا فيديو كده تقليد مشاهد على تيك توك وطبعا بتنتهي الحلقة بتحقيق الفيديو ده مشاهدات عالية جدا 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 المسلسة المأخوذ من قصة حقيقية شايماء بنت بسيطة مهووسة بتطبيق تيك توك واختهج نسمة هي اللي خلتها تعمل ده عشان يجيب مشاهدات عالية ويكسبوا فلوس كتير علشان يرحموا امهم وابوهم من الفقر اللي هما فيه امور مشوقة كتير وبينقش المسلسة للدخول لعالم السوشال ميديا وخاصة التيك توك وعدم عرفة التخلي عنه بعد تحقيق قدر كبير من الفلوس وكمان من الشهرة تاك ملاقص صريح لاهم احداث الحلقة الاولى من مسلسل على نسبة مشاهدة ابطالنا سلم ابو ضيف ليل احمد زاهر محمد نحمود فرح يوسف انتصار اسلام ابراهيم وغيرهم من الفنان اخراج ياسمين احمد كامل وبيتم عرض المسلسل طوال شهر رمضان ساعة 12 منتصف الليل على قناة ام بي سي مصر كمان بيارض على منصف شاهد وكده نكون انتهينا من مرخص احداث الحلقة الاولى من مسلسل اعلى نسبة مشاهدة وكتبوا رأيكم فيه الحلقة الاولى من المسلسل واشوفكم على خير وانتظروني في فيديو جديد واشتركوا في القناة باي بار